بعد التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير وإطلاق طهران مئات الطائرات المسيرة عن بعد والصواريخ على تل أبيب قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على ذلك النوع من الطائرات الإيرانية لتشمل أيضا الصواريخ ونقلها إلى وكلاء طهران في المنطقة وحتى إلى دول أخرى مثل روسيا ويأتي قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت أكد فيه زعماء القارة العجوز ضرورة عدم التصعيد والالتزام بأكبر قدر من درجات ضبط النفس مع تأكيد أهمية التصدي لأفعال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة توصلنا إلى اتفاق سياسي لتوسيع نظام العقوبات الحالي على الطائرات بدون طيار ليشمل الصواريخ ونقلها المحتمل إلى روسيا وهو نفس النظام الذي طبقناه على روسيا ليشمل الإنتاج وإنتاج السواريخ واتفقنا أيضا على توسيع المنطقة الجغرافية لإطار العمل بالنظام العقوبات لتغطية شحنات الطائرات بدون طيار أو السواريخ ليس إلى روسيا فقط ولكن إلى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بأكملها أيضا قررنا توسيع قائمة الحظر على مكونات الطائرات بدون طيار أسعد باستضافة المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغالبوينو هو معنا مباشرة من بديوكسيل سيد لويس أهلا بك معنا مرة جديدة في غرفة أخبار سكاي نيوز عربية كنا نتحدث الأسبوع الماضي عن مقترحات أوروبية لفرض عقوبات وكنا استضفناك في ذلك الشأن يبدو أن القرار الأوروبي قد اتخذ فيما يتعلق بالعقوبات على إيران ما هي تفاصيل هذا الاتفاق الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات على إيران مساء الخير شكرا جزيلا مرة أخرى على السدافة وتحية لكم المشاهدين سهيح يعني تم تواصل أول شيء في قمة الاتحاد الأوروبي التي وقدت في بروكسيل قبل أقل من أسبوع بين قادة الأوروبيين حال هذا الموضوع بالذهاب سهل الاتفاق الذي تم تواصل إليه بالأمس أو اليوم حتى بين وزراء الخارجية الأوروبيين الآن نتحدث عن اتجاهين كما قلنا الأسبوع الماضي الاتجاه الأول هو توصية نتاق الأقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بالمشايرات الآن نتحدث أيننا السواريخ يعني السواريخ لم تكن موجودة ضمن هذا النظام من التضرير التقديم خلينا نقول الآن نتحدث أيننا كل المكونات التي ممكن نصدرها نحن من الاتحاد الأوروبي للشركات أو الأفراد أو أي كيان أوروبي باتجاه إيران لإنتاج هذه الأسلحة بالإضافة الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني هو يتعلق بالجيوغرافية هذه الوقوبات الآن لن نتحدث فقط عن تسويد من قبل إيران بأسلحة لروسيا أو بالكتال في أوكرانيا وإنما أيضا بوكلات إيران في المنطقة تحدثت عن اليمن واللبنان وسوريا والعراق وما إلى ذلك هاتين الأمرين أو البعدين خلينا نقول هما يعني هو الشيء الجديد في هذا النظام الوقوبي العقوبات أفوا الآن يعني التفاصيل التقنية يجب دراسة عند هذه التفاصيل التقنية هي المهمة أستاذ لويس لأن إيران هي تصنع هذه المسيرات والأسلحة ذاتيا داخل إيران الحديث إذا كان العقوبات تستهدف المكونات المسيرات مثلا التي تأتي من الاتحاد الأوروبي هل هناك تفاصيل تقنية تأكيدات أوروبية بأنه بالفعل المسيرات والصواريخ والأسلحة الإيرانية فعلا فيها مكونات آتية من الاتحاد الأوروبي بمعنى إذا تم حضرها فإن إيران لن تتمكن من صناعة هذه الطائرات يعني معروف أن هناك مكونات من الخارج صحيح يعني هناك لا إيران قدرة لإنتاج هذه الأسلحة محليا ولكن بالنفس الوقت نضرب بأن هناك مكونات تأتي من الخارج سواء كان من دولة أوروبية أو من خارج الاتحاد الأوروبي ولكن المفروض من كبل هذا النظام العقوبات الجديد أنه هو منع هذه الإمكانية لأن الإمكانية كانت موجودة بالفعل هذا اليوم أو من اليوم لم تكن موجودة هذه الإمكانية فبالتالي نتحدث أيضا عن التفاف هذه الأقوبات أو إيجاد طرق لعدم الانتثال بهذا النظام الجديد وبهذا الصدد علينا أن ننصب أن لدينا مباوث خاص تم تعينه في الاتحاد الأوروبي بهذا الموضوع يعني المسؤول عن هذا الموضوع السيد السوليدان وتم تعينه في سياق الروسيا وغسوة الروسيا لأوكرانيا لكن بطبيعة الحل هو أيضا مسؤول عن التفاف الأقوبات بماكن أخرى وبنظامات أخرى المنطبطة الآن بإيران طيب سيد لويس هل تعتقدون في الاتحاد الأوروبي أن بالفعل هذه العقوبات أو توسيع دائرة هذه العقوبات بالفعل ستؤثر على الصناعات الحربية الإيرانية نحن يعني هذه زي ما قلنا صادقا هذه من الوسائل المتحة للاتحاد الأوروبي من ناحية لدينا علاقات ديبلوماسية مع إيران لدينا ننسى ذلك أيضا وكذلك دول الخليج والفكرة اليوم نتحدثان أول مرة لأقد هنا في أوروبا في روكسنبورغ منتظر في المستوى الوزري بين الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي لمناكشة الأمن في المنطقة فأعتقد أن هذا القرار يأتي في زمن مناسب للغاية هذا من ناحية نحن لدينا علاقات ديبلوماسية ناحية أخرى لدينا أيضا أذوات مثل العقوبات وعلينا ننسى أيضا أن إيران من الدول في العالم التي لديها أو تحت نظام عقوبات شديد الغاية من قبل الاتحاد الأوروبي نتحدث عن أفواً مئات من الأسخاص مئات الكينات الإيرانية تحت هذا النظام منذ سنوض مرتبط بموضوع حقوق الإنسان موضوع الانتشار ناوي موضوع الآن الدرونات والمسيرات والأسلحة الآن هل هي مثلة تفضلت أن تحدث عن فعالة هذه الأدوات فعالية هذه العقوبات نعم وأيضا سيد لويس اللافت أيضا في هذه العقوبات الأوروبية الجديدة أنه هي لا تستهدف فقط موضوع المكونات التي تدخل في صناعة المسيرات الإيرانية بل أيضا طرق نقل الأسلحة لأنه هذه نقطة أيضا مهمة هل لديكم تفاصيل أكثر حول هذه النقطة بالتحديد أنه كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمنع إيران من نقل أسلحته إلى مناطق أخرى أي شركة أي فرض أي شخص منخرط بنقل هذه الأسلحة أوروبي أكسودياني طبعا حتى تحدث عن الأوروبيين أو شركة أوروبية أو شخص أوروبي منخرط أو شارك في أي مالية نقل لهذه الأسلحة مباشرة سيكون تحت نظام أوقوبات أوروبية مباشرة فبالتالي نعم أعتقد أن هناك نوعا ما يعني نوع من الفعالة لهذه الوقوبات لأن العلام موجود الآن طبعا داخل الاتحاد الأوروبي هناك أليات مختلفة لنقل هذه المنظمات للشركات والأفرات المخلطين بالتجارة والاستثمار وما إلى ذلك فبالتالي هناك أيضا خلينا أقول نوع من الدرع فيما يتعلق بالتصدير أو رسال أي نوع من المكونات لإيران في هذه السياق هذه العقوبات متى تدخل حيز التنفيذ سيد لويس؟ الآن طبعا نتحدث عن عملية قانونية اللقوبات يجب أن نتحدث عن العمل الجاري والحالي من قبل اللجن أو اللجن التقنية داخل المفاوضية الاتحاد الأوروبي ربما شحر ربما قل من شحر حسب عن عدد الأفراد وعدد الكائنات المفروضة على هذه أو الموجودة على هذه القائمة قائمة اللقوبات بهاج الأمار لا فقط مؤكشات تقنية خلنا كل شحر أو أقل من شحر سيكون هذا النظام موجود سيد لويس بالإضافة إلى هذا القرار جرى إذن الاتفاق على توسيع العقوبات على إيران الأوروبية طبعا هناك جدل أيضا في الاتحاد الأوروبي ونقاش مستمر حيال إدراج الحرص الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الأوروبية إلى أين وصل هذا النقاش؟ نعم هذا النقاش مستمر منذ سنوات لا يسجد في هذا الأمر حقيقة هناك دول أوروبية تريد تريد المضيق خدمة في هذا المال بأيسا وقتا ممكن وهناك دول أخرى بتردد هناك تردد لكن في نهاية المطاف الأمر أيضا يتعلق بأمور قانونية لأنه لا يوجد قرار من قبل محكمة أوروبية معتبلا بأن هذه المنازمة منازمة إرحابية أو ارتكبت عمل إرحابي فهذا القرار نحن محتاجين إليه لأنه دون هذا القرار أو أي نوع من هذه القرارات القضائية لا يمكن قانونيا فرض أوقوبات على هذه المنازمة الإيرانية فبالتالي حتى اليوم لا يوجد قرار هذه من الاشكاليات القانونية الموجودة في هذا الملاز نعم أشكركم شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات لويس ميقيل بوينو شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في غرفة أخبار سكاينيوز عربية هذا المساء مباشرة من بيكسال أنتم المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي